وقد شهد رئيس مجلس الوزراء ونظيره البلاروسية مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين ذلك عقب جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان هذا وشملت الاتفاقيات اتفاقا بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية في بلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومناطق الحرة والواكلة الوطنية للاستثمار والخصخصة في بلاروسيا لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين بالضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبلاروسيا